اشتركوا في القناة لما عندي ثقة بهذا الانسان دكتور فارس الحجري ثقتك التامة ستقودك بالتحقيق منافع تعملك والايام القادمة ستظهر الحقائق فلا تتردد على الاطلاق حتى تنتفع وافقكم الله محمد نور دكتور انا عندي سرطان بروستات ارجوك اعطيني برنامج واقترب موعد العملية بالمستقيم والخصية اليسرة هل تنصحني بالعملية ارجوك ان ترد علي ولا اعرف ليش انا واثقة فيك وارتاح لك افيدني الله يوافقك انا يأسا ارجوك واحترم فيك الرد المؤدب وانك لا تهمل اي رد خاصة الناس اللي على عصابا حل هي خطيرة العملية انا خايف كتير وما اعراض الانتشار هذا المرض الله يوافقك اعطيني من وقتك وجاوبني السلام عليكم ونحن في بلد اجنبي لا افهم لغة الاطبع وضايا بهذا المرض ما بعرف شي اوف دكتور فارس الحجري اولا تأكد تماما انه لا يوجد مستحيل بانك تجد الشفاء التام ويتفاجأ الاطبع وبنتائجك الصحية ويقرون لك عدم الحاجة للعملية بالنسبة لسرطان البروستات تستخدم العلاج بالماء الساخن حسب الاتي الالتزام التام للبرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن المحدد تجدها في قناتنا اليوتيوب العلاج بكمادات الماء الساخن مرتين الى اربع مرات يوميا لمدة اربع دقائق وكل مرة تضع الفوطة مو الباللة بالماء الساخن محل البروستات لمدة عشر ثواني والتكرار كما يجب عليك الالتزام التام بجميع التطبيقات الصحية والعلاجي الست للماء الساخن الايمان بفوائده التطبيق الاستمرار التقدير المواضبة فهم زياها بقدر المستطاعة الالتزام بدرجة حرارة الماء الساخن المحددة خمسين درجة مئوية الالتزام بالبرنامج بالحد الأدنى لكمية الماء الساخن يوميا بواقع ثلاثة لترات موزعة وفق البرنامج التجانب كليا من أي شكوك أو شائعات قد تجعلك تتردد الثقة التامة بأنك شفاء قادم ولا تنسى الاستدلال بتجربتك أو ملاحظتك هنا ليستفيد الآخرين وافقكم الله محمد نور تسلم يا دكتور أنا بدأت التطبيق من أسبوع فقط وأنا واثق فيك طبعا بعد ثقة بالله بس كيف تهرب من العملية إذا اقترب وقتا وأنا عما أطبق البرنامج من أسبوع فقط هل يمكن أن أتحسن بأسبوع أو اثنين ومهما كانت النتيجة سأبقى أحترمك لأنك إنسان محترم وصادق ومحب للخير دكتور فارس الحجري للأسف لا أملك أي صلاحيات لمنعك من إجراء العملية فالقرار يعود لنفسك وطبيبك الذي قرر لك العملية فإنني أترك القرار لك وأتمنى لو كنت أملك الصلاحية المطلقة في هذا الشأن ولكن بفضل الله نظرا لتنازلنا الجزء من ملكياتنا الفكرية لدى أحدى كبرى المؤسسات الأكاديمية متخصصة في الأبحاث العلمية والمعملية في طب التقويم بالولايات المتحدة الأمريكية فنأمل أن تمنح الصلاحية الكاملة في هذا الشأن وعندئذ كل حدث حديث المهم التزم جيدا بجميع الإرشادات التي قدمنا لك وأطلب مني طبيبك بعمل فحص طب الشامل قبل إجراء العملية ولا تنسى الاستدلال عما تام مع تمنياتي لك بالتوفيق محمد نور مرحبا دكتور أنا طبقت وحطيت كمادات على مكان الورم في الخصية وكانت من قبل لا تؤلمني أما بعد وضع الكمادات صار أحيانا يجيني ألم وأحس بتقل شوية السبب دكتور والله خفت كثير ولك جزيل الشكر دكتور فارس الحجري واصل ولا تتردد على الإطلاق لا يوجد أي ضرر من العلاج بالماء الساخن حتى تزيل أي شكوك الألم طبيعي بسبب بدأ تفاعل الخلايا السرطانية التي نمت بشكل غير طبيعي مع العلاج بالماء الساخن هذا العلاج الطبيعي الذي لا ضرر منه بل يعمل معجزات وستار بنفسك أن استمريت كما ينبغي أن تلتزم ببرنامج تناول الماء الساخن كما أسلفته واصل ولا تتردد وأعمل على التواصل مع طبيبك الذي يعالجك حتى يعلم أيضا أنك تتعالج بالعلاج بالماء الساخن حتى وإن لم يؤمن به طالما لم يمنعك وإن مناعك عد علي بأسرى وقت لما عرف سبب منعك مواصلة العلاج بالماء الساخن إن حدث ذلك لا قدر الله وافقكم الله محمد نور مرحبا الدكتور لازلت مستمرا بالعلاج بالماء الساخن ماء المغاطس أيضا ولكن دكتور ما سبب ارتفاع الحرارة عندي حل هو دليل انتشار المرض لا سمح الله أما ماذا السبب وحل أضع مع الماء أي نوع من الأعشاب يكون له إفادة وعلى فكرة دكتور كان عندي احتقان مزمن وحساسيت شفيت منها تماما بسبب شرب الماء وإن شاء الله يا رب أشفى من سرطان البرستات أنا متفائل فيك يا دكتور احتقان بالأنف ورشح وحساسيت وسيلان أنف شفيت منهم شفاء تام بفضلك بعد الله الأسبوع الثاني من يناير 2018 ميلادية دكتور فارس الحجري عزيزي الغالي محمد نور المحترم الطبيب الذي يقوم بفحصك سيحدد لك مدى انتشار المرض أو من عدمه ومع ذلك لا تقلق بشأن الحرارة لأن عندما تستخدم العلاج بالماء الساخن بالطريقتين بلغتك من الطبيعي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم وبالتحديد البرستات استنادا على القانون الأول ديناميكية الحرارية بحيث تنتقل الحرارة من الماء الساخن إلى الجسم لأن حرارة الماء الساخن أعلى من حرارة جسمه فضلا عن تغذية الخلايا بالهيدروجين والأكسجين عن طريق الترطيب وكل ذلك بواسطة العلاج بالماء الساخن لا تضيف أي أعشاب أو أي مواد أخرى في الماء وأن لا فقد خصائصه تلقائيا الذي أنصحك أن تلتزم جيدا بالعلاجين بالماء الساخن وليس مجرد ماء فاتر أو بارد بل ماء ساخن والفارغ كبير جدا في المفعول اعمل على مراجعة طبيبك الفحص للتعرف على مدى تحصن وضعك الصحية اعمل على الإفادة بالمستجدات رغم إنشغالنا إلا أن صحتك أغلى وافقكم الله وأطمئن بقدوم الشفاء العجل الدكتور فارس الحمد لله بس أنت ذكرت كلمة ما حل هو بارد أم فاتر أم ساخن أم مغلي الفارقة شاسع في المفعول محمد نور ماء ساخن جدا يعني فوق الخمسين درجة كلما نصحتني الفتحية دكتور الكمادة تقريبا حرارة خمسين أم مياه الشرب مثل حرارة الشرب كاسة شاي الدكتور فارس الكمادة حوالي ستين درجة مئوية وليس خمسين أم شرب فيجب أن يكون في حدود خمسين درجة مئوية محمد نور طبيبي المحترم نعم ماء شرب المغلي مثل حرارة الشاي والكمادة حارت جدا والله أتعوذ لما أضعها وأحيانا تلدعني من حرارتها لكن بصراحة أنا قدرت حرارتها تقدير بدون قياس وألف شكر أغلى طبيب محمد نور دكتور العزيز أنا رحت للمشفى وحال مرة قالوا لي استأصر الخصيطين ومنتشر بالعظم ولكن أنا لما صورت لم أكن قد بدأت بعلاج الماء والحمية فترة أسبوعين والنتيجة ظهرت الآن بعد شهر ومنتشر فما رأيك بدأت باليأس خاصة بعد قرار العملية وهو منتشر بالعظم فهل أتابع ماذا أفعل أرجوك انصحني ما أقصده عندما قاموا بالتصوير كنت لسه ببداية العلاج بالماء والحمية عن السكر يعني عشرة أيام والنتيجة ظهرت بعد خمسة عشر يوم يعني هيك صارت الحمية تقريبا شهر فحل أقبل بهذه الصور وعلى فكرة أنا بعد الكمادات والمغاطس عم أشعر بحقة شرجية مزعجة فما السبب حل أستمر ماذا أفعل أرجوك وشكرا لك وكل الاحترام الأسبوع الثالث من يناير 2018 ميلادية محمد نور أريد أن أبشرك يا دكتور بنجاح تجربتك وبدأت تعافي من السرطان ألف شكر ثقتي بك لم تأتي من فراغ أرجو أن ترود علي أنا في غاية السعادة وأسرعت لأبشرك دكتور فارس الحجري نعم أبشر وقدم تجربتك بالكامل ويستفع على الكثير ويستفيد وإنت تواصل الاستفادة كذلك محمد نور لقد بدأت الشفاء وبدأت تعافي من السرطان للبروستات درجة ثالثة وانتشار بالعظم وكما نصحتني ذهبت للطبيب وقال لي أن النسبة انخفضت بشكل كبير بعد شهر من العلاج بالماء وألف شكر لله وأتمنى من الجميع أن يستفيد محمد نور وإن شاء الله سأتابع ولن أتراجع عن برنامجي دكتور فارس الحجري الحمد لله على التحصن الكبير لصحتك وأنت بنفسك ترى المعجزة بنفسك ومع الاستمرار تأكد وتأمل بالشفاء كليا بس أرجو أن توضح العلاج بالماء الساخن وليس العلاج بالماء فهناك فارخ كبير بينهما فأرجو تصحيح كلمة الماء إلى الماء الساخن مع تخديري محمد نور الماء الساخن عفوا دكتور الأسبوع الثالثة من فبراير 2018 دكتور فارس أبشرنا الأخ محمد نور على صحتك غالباً نادراً نتاب الحالات بشكل انفرادي لكثر المشاغل والارتباطات في أبحاثنا وخطتنا الحادفة في خدمة البشرية إلى أن وضعك الصحي يستلزم من متابعته خصوصاً بعد تحصنك الكبير في سرطان البروستات لديك من خلال العلاج بالماء الساخن فأرجو التزويد بكل مستجدات أول بأول حتى خلوك بالكامل من سرطان البروستات وبفحص طبي وتأكيد طبيبك الفحص وافقكم الله دكتور فارس مرحباً محمد نور منتظر منك المستجدات وافقكم الله دكتور فارس أين أنت يا محمد نور هل مستمر مع البرنامجين الصحيين للعلاج بالماء الساخن أي برنامج تناول ماء الساخن والعلاج بكامدات الماء الساخن أرسلنا لك رسائل لعدة مرات ولم ترد نريد الإطمئناً لصحتك وافقكم الله الأسبوع الثالث من فبراير 2018 دكتور فارس عزيزناً لغالي المحبة محمد نور سبحان الله أنت أول إنسان تعمقنا فيه لكي أساعدك لم يسبق تعمقت مع أي شخص برسائل قصيرة متعددة في متابع وضعك الصحي كيف حالك وكيف صحتك وهل قررت وباشرت في إجراء العملية طمناً عنك يا الغالي الإصابة بمرض مستعصي وأنت في الغربة أمر صعب للغاية ولكن عند الله تعالى فلا يوجد مستحيل عند الله الحياة مليئة بالمعجزات فهي من عند الله لكي تحمينا جميعاً وليست لتدمرنا ولا لتؤذينا فعليك الصبر ومواصلة قوة إيمانك بأنك ستجد الشفاء العاجل وتنعم بحياة كريمة سواء قررت إجراء العملية أو من عدمه المهم أن تنعم بشفاء العاجل أحببتك حباً أخاً بك يا أخي محمد نور أدعي لك بأن تنال النصيب العظيم من هذه المعجزات العلاج بالماء ساخن وتكون ممن ينعم في هذه سفينة الحياة العملاقة أنا شخصياً وجميع أفراد أسرتي وجميع وأشخاص بأعداد لا يحصى انتفعوا بهذه النعمة الربانية عشر سنوات متتالية يا الله فإني أدعي لك أنت أيضاً يا أخي المحب سبحان الله الأسبوع الثالثة من فبراير 2018 محمد نور ألف شكر لك يا طبيبنا الغالي وشكراً لأخلاقك الكريمة والنبيلة أنا ما زلت مستمر بالعلاجة بالماء ساخن وبعد أول تحليل بالمخبر كان هناك تحص واضح ولكنني لم أقم بالتحليل جديد ولم أذهب للمشفى خوفاً من العملية لأنني لم أخبرهم بالفحص الجديد عند الدكتور خاص أريد أن أستبشرك وهل هبوط نسبة المرض يلغى العملية وخاصة أنني في بلد غريب لا أعرف كيف أشرح لهم الوضع أطلب بمساعدتك يا دكتور حل حبوطه يلغى العملية أم لا وإن شاء الله بالفحص القادم سأخبرك نتيجة وأعيد وأكرر شكري لنبلك وأخلاقك يا أعظم إنسان تحياتي محمد نور وأن أيضاً أحترمك وأحترم أخلاقك النبيلة وأحترم عدم إهمالك لمحبيك ومتابعيك ومنذ أن بدأت متابعة كلامك وبرنامجك أحسست بالراحة الكبيرة والإطمئنان وكنت مصمم على البرنامج حتى لو فشل سأتابع احتراماً وحباً لك ولكن رب العالمين لم يخضلني لطيب قلبك وأحسست أن هناك إنسان طيب معي في هذه الغربة الموحشة ألف تحية من القلب يا الغالي وألف شكر محمد نور بعد عاشرة أيام سأقوم بفحص جديد دعوتك الغالية وأنا ما زلت العلاج بالماء ساخن ولم أخل ولا يوم بالنظام الخاص به ولقد شفيت من زكام والجيوب الأنفية وسيلان الأنف المزمن ولله الحمد وشفيت من أكزيمة جلدية أصبت فيها من أربع سنوات بسبب ظروف الحرب والسبب النفسي فقط أتمنى الشفاء من هذا المرض الخبيث بإذن الواحد أحدا الأسبوع الثالث من فبراير 2018 عزيزنا الآخة محمد نور الحمد لله تلقيت ردك ما أنني أجد صعوبة في متابعة كل حالة بشكل مستقمر إلا أن كما أصلفت حسيت بأنني يجب تفريغ وقت خاص لك نظرا لوضعك ومعناتك وتواجدك في بلد غريب نعم بكل تأكيد إن كان الطبيب الذي يعملك فحصات دورية طبيب محايد فهذا أمر طبيعي كما حدث مع العديد من المرضى بأمراض مزمنة مختلفة متجرد تظهر النتائج الطبية تقدما في صحتك فأول شيء سيقرر لك الطبيبك بتأجيل العملية وإجراء لك فحصات دورية ولكن هذا الباب أتركه بينك مع الطبيب الذي وصف لك العملية كما أسلفت حيث يعتبر خارج اختصاصي أخي محمد نور ولو من الصعب الإطالة في الرسائل إلى أنني سأحاول الإختصار لك حتى تواصل تفاؤلك بالشفاء القادم بإذن الله هناك العديد من الأطباء البارزين أعتزلوا كليا من الطب الحديث الذي يعتمد على المواد الكيماوية وانتقلوا إلى الطب البديل ومن أبرزهم الدكتور أندرو تيلور ستيل مؤسس الطب الأستيوبياثي فيما أننا توافقنا بالإنظام إلى أحد كبرى المؤسسات الأكاديمية في الطب الأستيوبياثي بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تجارب معملية وسريرية للإثبات العلمية حيث أبحاثنا كما أرتعينا تكون مكملة للجزء الأكبر والناقص للطب الأستيوبياثي عما يوفره العلاج بالماء الساخن من عناصر طبيعية مغضية للخلايا فضلا عن قدرة مادة الهايدروجين في القضاء على الخلايا السرطانية كما اكتشفه العالم الأمريكي الحائز على جائزة نوبل ألبرت زينتي جوجي بشأن مادة الهايدروجين بينما في اكتشافنا وبملكية فكرية قدرة العلاج بالماء الساخن كمصدر وحيد في تغذية الجسم بالهايدروجين هناك المزيد من الشرح العلمي ولكن يلزم الإختصار المهم أن تواصل هذا العلاج وتنتظر نتائج فحصك القادم ورأي الطبيبك مع آخر مستجدات وتحصن في صحتك وفقكم الله الأسبوع الثالث من فبراير 2018 دكتور فارس كما أريد أن أشير إلى ما ذكرتم هنا بأنك شفيت من زكام والجيوب الأنفية وسيلان الأنف المزمن وأكزيمة جلدية وصبت فيها من أربع سنوات بسبب ظروف الحرب والسبب نفسية أريد أن أفيدك بالآتي كل هذه هي مؤشرات قوية والدالة على التحصن الكبير في جهازك المناعي في محاربة الأمراض والحد من الإصابة بأي مرض آخر أو نفسه مستقبلا وإن تتواصل العلاج بالماء الساخن لأن مكتشف الطب الأستيوباثية كما ذكرت لك أكتشف القدرة الكامنة للجسم في الشفاء الذاتية والوقاية الذاتية والصيانة الذاتية بينما العلاج بالماء الساخن هو وقود الجسم الطبيعية التي تغضي الجسم للعمل بهذه القدرات الكامنة وهو عبارة عن نظام متكامل يتعطل أو يتدهور كلما فقد هذه الوقود المغضية للجسم أما عن الجانب النفسية بسبب ظروف الحرب التي مريت بها كما ذكرتم فلا تنظر إلى الماضي بل انظر إلى المستقبل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين انظر إلى مستقبل يبشر لك بالخير وينسيك من كل آلام الماضي مهما كانت مستواها واستسلم الأمر إلى الله تعالى جلة قدرته أن يزل عنك كل مكروه وتعيش حياة جديدة وكريمة مقرنة بصحة وفيرة وعافية وأضيف لك بأنني أنا شخصيا مواطن من سلطانة عمان بحمد الله تعالى أنعم بحياتي كريمة في بلدي ولكن كوني أسافر العالم مرارا أكثر من ستين بلد حول العالم أصبحت متأثرا كثيرا عن الثقافة الغربية بل أغتنم كل ما هو مفيد من الشرق من حيث الحياة الاجتماعية ومن الغرب من حيث الدعم الكلية للأبحاث العلمية فأنظر إلى كل الإيجابيات التي أنعمها لك الله تعالى في الغرب ولا تنظر الغرب بنظرة الغربة بل بنظرة الآمال والطموحات وأن يوما ما بل وقريبا تحقق أمنياتك وتزدهر حياتك فالحياة في الغربة ليست غريبة بل أعمل على الإخطنات والترابط مع مختلف الثقافة الغربية وأعتنقها بشدة وسترى كيف تتغير حياتك إلى الأفضل والأحسن وربما أفضل كثيرا عن الحياة في بلدك الأصلية لا تنظر بأي تحديات قد تعيش فيها اليوم في بلدنا الغربة بل أنظر إلى الآمال القادمة لك اعمل واشتحد في مجالك الذي تعمل به وستارى بنفسك ولا تنسى إطلاقا ولا تترك على الإطلاق استمرار البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن حتى ولو بعد الشفاء التام بإذن الله تعالى وتوفيقه بل استمر فهذا السائل الربانية يحمل معجزات ربانية ستنعم بحياة صحية في جميع جاوانبها حسب الآتي الصحة الجسدية من حيث القدرة الكامنة لجسمك في حمايتك من الأمراض والصيانة الذاتية والشفاء الذاتي كلما أصبت بأي التهاب أو مرض آخر أو نفسه في المستقبل لا قدر الله الصحة النفسية حيث ستجعلك تنظر إلى الحياة بالنظرة الإيجابية والتفاؤل التام حيث يحيي العلاج بالماء الساخن وضائف جميع الغدد في إفراز الهرمونات بجميع أنواعيها مثل هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة وهرمون الإنسولين الذي ينظم مستوى السكر في الدم وهرمون الأدرينالين الذي يساعدك في التأقلم مع تحديات وظروف الصعبة وهرمون الجنس الذي يساعدك تنعم بحياة زوجية كريمة الصحة العقلية من حيث زيادة القدرات العقلية والدقة التركيز وزيادة الإنتاجية والنظر إلى كل ما هو جديد في مجالك الصحة الروحية من حيث الاستمتاع بما أنعمت به من قوة إيمانك والعيش مع الأخيرين ماهما كان اختلافاتهم على العرقية من نظرة إيجابية إلى آخره وفقكم الله الأسبوع الثالث من فبراير 2018 محمد نور السلام عليكم الدكتور أريد أن أسألك من التطورات الجديدة بعد الكمدات بالماء الساخن جدا أشعر بحكة شرجية قوية مثل الشعور عندما يكون دود حرقص لشدة للحكة لم تكن تحصل معي من قبل فما السبب؟ فهل هذا دليل تعافي؟ أما ماذا؟ تحياتي الصباحية وصباحات تفاؤل الدكتور فارس لا تقلق بسبب الحكة وزيل عنك كل الخوف وأي تفكير سلبية فأنت تأخذ علاج طبيعي بالماء الساخن الذي يعمل على القضاء على الخلايا السرطانية وبالتالي أمر الطبيعي تحصل الحكة واصل حتى وقت موعد لقائك مع طبيبك وسترى النتيجة عندئذ وسيتعجب طبيبك محمد نوم الله يطمنك يا غالي نعم سأواصل بفضل الله ثم بفضلك وفضل تشقيعك وارفع معنوياتي إن شاء الله وأبلغك بالنتيجة إن شاء الله بعد ما ترددت خوفا من الحكة والحرقة اللي صارت معايا ألف شكر لك الأسبوع الثالث من فبراير 2018 دكتور فارس نعم متفاهم بوضعك الذي تسبب لك الكثير من الضربات النفسية وقد يترتب عليك ترك هذا العلاج الطبيعي وتحرم نفسك فاستمر ولا تتردد حتى الشفاء الأسبوع الثاني من مارس 2018 نينا نينا محمد نور أخي الكريم كيف هي أحوالك الصحية دكتور فارس ما شاء الله الجميع انتظر إفادتك بالمستجدات وصحتك الآن نينا نينا دكتور جزاك الله أنا مشتركة جديدة عندك عندي قصور كلوية حال تنصحني بشرب الماء ساخن؟ الأسبوع الثاني من مارس 2018 محمد نور أهلا وسهلا أختي نينا نينا الكريمة ادعي لي بعد يومين عندي تحليل لمؤشر سرطان وبخبرك إن شاء الله دعوتك يا أختي وأنا ما زلت على العلاج مستمر نينا نينا محمد نور الله يشافيك ويعافيك ويلبسك ثوب الصحة والعافية أخي الكريم دكتور فارس الحاجري تفاعل إيجابيا بالشفاء العاجل محمد نور الأسبوع الثالث من مارس 2018 محمد نور أين أنت يا دكتور لم ترد علي لأخبرك بالنتائج الجديدة؟ الأسبوع الثالث من مارس 2018 دكتور فارس الحاجري دكتور فارس الحاجري أبشرنا بالنتائج واطمئنا على صحتك ونهتائج فحص الله يوافقك بالشفاء العاجل دكتور فارس الحاجري سلامتك يا سيدتي نينا نينا هل بدأت تطبيق العلاج بالماء الساخن؟ ولكن استخدمي الكمية قليلة وزيادة تدريجيا نينا نينا السلام عليكم دكتور بدأت العلاج بالماء الساخن لكن بلتر واحد فقط نينا نينا هل تحسنت أحوالك الصحية أخي محمد نور؟ الأسبوع الرابع من مارس 2018 دكتور فارس الحاجري محمد نور أنت شخصية محبوبة والجميع تحمس وينتظر نتائجك فأبشر وافقكم الله محمد نور سيدي الطبيب الغالي المحترم أبشرك لقد قمت بتحليل جديد ولله الحمد حبط مستوى المرض ولم يبقى سوى أقل من الربع وهذا بفضل الله وتشقيعك المستمر وأنا ما زلت أتابع العلاج بالماء الساخن ويمكن أن تلغى العملية لقد سمعت نصحتك التي كانت نابعة من القلب وأحسست بصدقك فقررت أتمسك بالعلاج بالماء الساخن وعدم إجراء العملية وعندما قلت لك أنني أعاني من الحكة الشرجية بعد الكمادات الساخنة كنت أنت الوحيد الذي يطمنني وبالفعل كانت مؤشر مبشر بالخير وخفت نسبة الالتهاب الشديد ولم يبقى إلا قليل وكنت أشعر بالراحة بعد كل تغطيص أو كمعدة الماء الساخن وجعلنا من الماء كل شي حين ألف شكر لك أحبك في الله يا أخي الكريم أين أنت الآن وفي أي بلد أتمنى أن أراك نينا نينا محمد نور الحمد لله أخي على سلامتك الله يشافيك ويشافي مرضى المسلمين محمد نور الله يسلمك يا غالية تحياتي من القلب يا أختي الأسبوع الرابع من مارس 2018 محمد نور وعقبال شفاء كل المسلمين دكتور فارس الحجري سيد الكريم محمد نور الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة بل المعجزة الربانية التي أنامها الله تعالى لك ولغيرك الحمد لله على شفائك وما تبقى من المرض قليلا كما تفضلتم فواصل ثقتك بالله أولا ثم بهذه المعجزة الربانية وكما بلغتك من قبل أنك شفيته ولم يتبقى من المرض إلا نسبة قليلة وسيتفاجأ طبيبك بهذا النبا بإذن الله تعالى جلت قدرته وفرحنا بك وحتى المتابعين للقناة يشاركوننا هذا النبا العظيم والحمد لله على اختفاء الالتهاب كذلك فواصل الإطمائنا هنا حتى يتشجع الآخرين بهذه المعجزة الربانية أحبكم في الله كذلك دكتور فارس الحجري كما أنك سألتني في أي بلد أنا مقيم أنا من سلطنة عمان مقيم بين مسقط بسلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية التي نسعى إقامة أبحاث معملية وسريرية لفعالية هذه المعجزة الربانية حتى تستمر نفعها على الأمة البشرية وإن أرتم لقائنا سنكون متواجدين في مصقط خلال شهر أبريل 2018 وهذا رقمي الواتساب للتواصل أو الاتصال أثنى تواجدنا في سلطنة عمان الأسبوع الرابع من مارس 2018 دكتور فارس الحجري سيدنا العزيز محمد نور سيدتنا العزيزة نينا نينا مهمتنا لا تقتصر على المسلمين فقط بل دعوتنا بأن تنعم الأمة الإسلامية والبشرية أجمع على هذه الأرض من أقصى شرقا إلى أقصى غربا ومن أقصى شمالا إلى أقصى جنوبا دون أي قصر أو استثناء أو تمييز بين البشر فإن الله تعالى لا يغير ما بقوما حتى يغير ما بأنفسهم اللهم آمين نينا نينا ونعم بالله هذا بفضل الله وبفضلك يا دكتور وافقك الله وأعانك وجعله في ميزان حسناتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى التكرم بالآتي تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة لدكتور فارس الحجري نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك تسجيل ملاحظاتك تسجيل تجربتك فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوكم الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان أخوكم أخوكم موسيقى سبع